عندنا شبهات دلوقتي البنات والشباب بيقولوا ان الشبهات دي ان الامر ده ده حبه وانتوا ملبسين علينا وانتوا كده مديقين علينا اول حاجة خايفة ما تجوز مستبت الرد ببساطة جدا الزواج رزي من الله سبحانه وتعالى وانت بالعلاقة المحرمة دي هجيبه لا ابدا ده الزواج رزي وما عند الله لا يطى الا بتاعتي وطاعت ربنا هي اللي هجيب اه لان ما عند الله لا يطى الا بتاعتي وعندي ان العبدة لا يحرم من الرزق بذنب يصيب اعلم تمام اليقين ان بالدعاء وبالطاعة الله سبحانه وتعالى يجيب للرزق يبقى مش الحب ولا العلاقة المحرمة هي اللي هجيب العريس تمام كده لا يبقى الغاية العظمة هي طاعت ربنا والتقوى عشان كده ربنا يجيب للامر مش بالحب المحرم الشبهة التانية تقولك لأ دي خنقة ايه الخنقة اللي احنا فيها لأ دي مش خنقة والله ده الزنب والمعصية هي الخنقة كان دايما سيدنا عمر بن الخطي بيقولك اللي مش خايف من الزنب قد ما خوفي الزنب هتوب لكن خوفي من شؤم المعصية المعصية لها شؤم وزي يعني المعصية بتطلع للسماء آه يصعد في السماء كل ما بعدتي عن ربنا سبحانه وتعالى وكل ما بعدت بالمعصية قالت بعدت عن الفطرة السليمة يبقى موضوع الخنقة لأ هي المعصية هي اللي خنقة ليه حرام هو الحب مش حرام مش انت قلتوا هوا لسه الحب مش حرام ويعني ايه الممارسات بقى لا هي الحب مش حرام لكن الممارسات اللي بتتم مع الحب هي اللي حرام الكلام المحرم الشات الخروج الكلام اللي ما ينفعش ان هو يتقال إلا لزاوي محرم ذات نفسه أو زاوي طيب يبقى الامر طول ما هو في القلب زي ما شرحنا خلاص لكن طلعته الجوارح طبعا دوت ايه اقخذ عليه وعب طبعا يعني انا دايما بقول للبنات ما ترخصيش نفسك في حاجة زي كده ليه ترخصي نفسك ما هو ممكن يخش البيت ويخش حلال ويدق على باب بيتك ويكلم ابوك اللي موجود طيب وانت كمان نفس الكلام يعني انت ليه واخد طريق حرام ابدا والله واعرف اللي انت هتعمله ببنات الناس هيتعمل فيك بعد كده هتجي لك واحدة بص مش حايزة قول او استغفر الله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لأمك لأختك وهكذا الناس لا يرضونه لأماتين ولا لبناتين طيب فيه شبهة بقى بتقول نعرف بعض نتعرف على بعض ما هو انا مش هتجاوز على العمياني كده انا مش هتجاوز كده من غير خطوبة ومعمولة وكده اه كلام ده الرد عليه نقول ايه نقول اولا بص يا جميع اما حب اعرف حد مش هعرفه في امر بيتجمل فيه انا لازم ادخل بيت اشوف مين امها الام دي شكلها ايه ابوه الاب بيتعامل ازاي في قلب البيت المعاملات ذات نفسيها بتبقى عاملة ازاي اه هتتعرف عليها هتتعرف عليها في اقتر البيت وانت ما تسمحيش لو انت ما سمحتش فعلا لشاب ان هو يعرف بره اقتر الخطوبة بره ان هو يدخل البيت لو انت هيلتزمه لكن انت فتح الباب هو ليه صورته النور بدأت بالمرأة ليه بدأت بالزانية ليه بدأت بالمرأة اه لان انت اللي عليك الراف هو جه وهو قال قفلت بابك خلاص مش هيعب لكن انت فتح الباب وعملة تقولي وتتكلمي وتعملي طبعا صعب وتقولك حب حد يهتم بي مش شبهة من الشبهات طب ليه يهتم بيك في الحرام ما ممكن يهتم بيك في الحلال ها صح ولا لا اه على فكرة فيه اكتر من 90% من العلاقات بتنتهي بلمس ودي دراسة على فكرة شبهة تانية تقولك لا 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 انا ما بكلموش هو صاحبي وعمر انا مش حاسة قصلا بحاجة نحيته عايز اقولك ان فيه دراسة عملت في ولاية في لوري ده وسألوا البنات وممكن صديقك ده اللي انت مساحباك صداق طبعا ما عنديش حاجة اسمها صداق عنديش حاجة اسمها اختلاط والكلام ده عندي في عرف حرام من اختلاط الا في الضرات والضرات خمس منها الموت فسألته ممكن يبقى الصاحب يبقى بتفكري فيك قالت لك لا 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 مش ممكن كل البنات قالت لا لكن الشباب قال لك اه يعني عادي ايه ممكن في فترة من الفترات ايه المشكلة يعني اه تقلب للصداقة تبقى صحبية طيب شبهة الكراش وان انا بقى انا هو حب افلاطون يا هو لا بقول له ولا جوارح ولا الكلام ده وما بعرفوش ولا بيعرفنيش وبحبها كده ويا ما تعرفش طيب زي ما انا شرحت لكم من شوية وقلت لكم القلب كله محل نظر الرابط لما اشرك فيه حد بفكر فيه اه احلام يا كذا اه فيه وقت الله الله سبحانه وتعالى ينظر الى القلب يلاقي ايه يلاقي فلان عبدو عكوشة ومش عارفة عدلات معرفش ايه ما ينفعش الكلام ده